حصل كل هذا 16 تشرين الثاني الجاري رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يجري اول مقابلة من نوعها مع موقع الاف وهو وسيلة اعلام سعودية ويبدي عبرها استعداد تل ابيب لتبادل المعلومات مع السعودية لمواجهة ايران قبله بايام ايف 13 الجاري وزير الاتصالات الاسرائيلي يغرد موجها دعوة الى مفتي السعودية عبدالعزيز الالشيخ لزيارة تل ابيب دعوة اعقبت فتوى للمفتي السعودي بعدم جواز القتال ضد اسرائيل وامكانية التعاون مع الجيش الاسرائيلي للقضاء على حزب الله واعتباره حماس منظمة ارهابية تضرب الفلسطينيين 14 الجاري اسرائيل تتبنى في الامم المتحدة مشروع قرار سعودي عن حالة حقوق الانسان في سوريا وفي كل هذه المحطات يقفز التقارب السعودي الاسرائيلي الى اعلى مستوياته المعلنة وفي كل منها يظهر ان مواجهة ايران وحزب الله هي من ابرز الاهداف المشتركة التي تجمع حاليا بين الطرفين وطبعا فان الولايات المتحدة تبدو العراب الاساسي لهذا التقارب وهذا ما بدا واضحا في تقرير حديث تحت عنوان السر المفضوح لمحطة ان بي سي نيوز يفصل تطور العلاقة السعودية الاسرائيلية ويخلص الى ان الفريقين اي السعودية واسرائيل يتفقان على قاعدة ان عدو عدوي هو صديقي في غضون ذلك انهى الوزير جبران باسيل جولته الخارجية بزيارة موسكو حيث اكد لفروف ان لبنان يجب ان يحل مشاكله من دون تدخل خارجي موسيقى موسيقى